السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة موزيوموريك روشيه. ان شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض شانطة كروس او بورتوفيه للخروجات السريعة. شكلها حلوة جدا زي ما انتم شايفين. وطرقيتها كمان سهلة جدا. ان شاء الله تنفزوها معي بكل سهولة. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبك وتستفادوا منه. لو عجبكو الفيديو عملو له لايك وشير. واكتبيني في التعليقات رأيوكو ايه في الشنطة وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحبين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة. فاشتركوا فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ويلا بنا على طول نروح على الشرح ونشوف هنشتغل ازاي. انا في الشنطة هبدأ بخمسة وعشرين سلسلة. هيبقى الشكل زي ما انتم شايفين. اما في الجزء بتاع الشرح هبدأ باثناشر سلسلة بس. تقدروا تبدأوا بعدد سلاسل زي ما انتم عايزين بالمقاسات اللي انتم عايزينها. هنشتغل بنفس الطريقة. اهم حاجة عدد الغرز اللي هيكون في الجزء بتاع التزايد هنا. اهم حاجة نعرف طريقة التزايد في الجزء بتاع الدوران ده. وده اللي هنشوفه بعد شوية في طريقة الشرح. اما عدد السلاسل تقدروا تبدأوا باي عدد سلاسل بالمقاسات اللي انتوا عايزينها. يلا بنا كده نشوف طريقة الشرح مع بعض. انا هشتغل بخيط مكرمية مصري متوسط السمك. سمك ثلاثة ملي. وابرة رقم خمسة مليمتر. تقدروا تشتغلوا باي نوع خيط يكون مناسب مع الابرة المناسبة ليه. وتشتغلوا بنفس الطريقة اللي انا هشتغل بها معاكم النهاردة. وتقدروا كمان تتحكموا في المقاسات تكبروا او تصغروا حسب المقاسات اللي انتوا عايزينها. هبدأ باسم الله. باسيب حوالي عشرين سنطي من الخيط. وبعمل عقدة البداية. وهشتغل اتناشر سلسلة وهنشوف مقاسهم كام سنطي. الاثناشر سلسلة مقاسهم عشرة سنطي بالزبط. طبعا لو حابين تكبروا المقاس بتزودوا عدد السلاسل. ولو حابين تصغروا المقاس بتقللوا عدد السلاسل. بعد كده بارتفع سلسلة وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها. وباسيبها وبرج على الاتناشر سلسلة اللي قبلها وباشتغل غرز حشو. نخلي بالنا هنشتغل ازاي? معي لفة على الابرة. بفوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع. وبدخل في اللي قبلها. في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية. وبسحب الخيط. اصبح معي حلقتين على الابرة. بسحب الخيط وبطلع من الحلقتين مرة واحدة. دي طريقة غرزة الحشو. بكرر على كل السلاسل لحد ما وصل لاخر سلسلة عند خيط البداية. هنا كده. الجنب الاول بشتغله في الحلقة الخلفية للسلسلة. والجنب التاني بشتغله في الحلقة الامامية. اللي قدامي دي. بدخل في السلسلة التانية في منتصف حرف الفي تحت الحلقة الخلفية. وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. كده اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. وصلت اخر سلسلة عند خيط البداية. هشتغل فيها تلات غرز حشو مع بعض. بشتغل واحد. وفي نفس المكان اتنين. وفي نفس المكان تلاتة. كده انا اشتغلت في اخر سلسلة عند خيط البداية تلات غرز حشو. بعد كده بلف الشغل وبرجع اشتغل الجنب التاني. بشتغل في كل غرزة غرزة. وبشتغل تحت طرف واحد بس من الخيط في الحلقة الامامية بتاعت السلسلة اللي انا سبتها. بشتغل حداشر غرزة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. اخر غرزة رقم حداشر بشتغلها مع اول غرزة في نفس المكان. تحت الحلقتين الباقيين من سلسلة البداية. كده انا اشتغلت السطر الاول خمسة وعشرين غرزة حشو. حداشر غرزة في الجنب الاول. وتلاتة هنا في السلسلة الاخيرة. واحداشر غرزة في الجنب التاني. العدد كله خمسة وعشرين غرزة. قبل ما ابدأ السطر التاني باجيب علامات. وبعلم التلات غرز اللي انا اشتغلتهم مع بعض. بعلم اول غرزة. وبسيب التانية وبعلم التالتة. بعد كده في كل السطور اللي انا هشتغلها لحد ما خلص شغل في الشنطة. باشتغل تزايد في الجزء ده كده. اللي هو فيه التلات غرز. وباشتغل سباية في كل سطر. 11 غرزة في بداية السطر. و11 غرزة في نهاية السطر. نخلي بالنا هنشتغل ازاي? بارتفع سلسلة وهبدأ اشتغل السطر التاني. بارتفع سلسلة وبالف الشغل وباشتغل في كل غرزة غرزة تحت الحلقتين. يعني في الغرزة كلها تحت حرف الفي. باشتغل في بداية السطر 11 غرزة حشو. لحد ما وصل عندي العلامة الاولى. معي لف على الابرة. وبفوت السلسلة الارتفاع. وبدخل هنا في اول غرزة تحت الحلقتين يعني تحت حرف في الغرزة كلها وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. كده انا اشتغلت في بداية السطر التاني حداشر غرزة حشو. بعد كده هشتغل تزايد على التلات غرز يعني ايه تزايد يعني بشتغل في كل غرزة غرزتين مع بعض. في كل سطر بعد كده هزود تلات غرز. يعني هعمل تزايد تلات مرات في الجزء ده كده. بشيل العلامة من الغرزة الاولى وبشتغل مكانها غرزتين حشو. وبعد كده بحط العلامة في اول غرزة. واحد. اتنين. بحط العلامة في اول غرزة اللي هي الغرزة رقم اتناشر من الجنب ده. الغرزة التانية بشتغل غرزتين حشو. واحد اتنين. الغرزة التالتة بشتغل غرزتين حشو. وبشيل العلامة. وبشتغل مكانها غرزتين حشو. واحد. اتنين. وبحط العلامة في الغرزة التانية. اللي هي الغرزة رقم اتناشر من الجنب ده. لو عديت كده بحط العلامة في الغرزة رقم اتناشر. بعد كده هشتغل حداشر غرزة لحد ما وصل لاخر السطر التاني. كده انا زودت تلت غرز. يعني اشتغلت على التلاتة ست غرز حشو. بعد كده في كل سطر هزود برضو تلت غرز وهعمل تزايد تلات مرات. كده انا خلصت السطر التاني. زودت تلت غرز في الدوران هنا. يعني العدد زاد معي تلت غرز على الخمسة وعشرين. يعني العدد في السطر التاني تمانية وعشرين غرزة حشو. بعد كده بارتفع سلسلة وبالف الشغل وهبدأ السطر التالت. باشتغل بنفس الطريقة. باشتغل في بداية السطر احداشر غرزة حشو. لحد ما وصل عند العلامة. وهبدأ اشتغل تزايد تلات مرات. بزود تلت غرز على الستة. يعني هشتغل تسع غرز حشو. كده انا اشتغلت في بداية السطر التالت حداشر غرزة حشو. لحد ما وصلت عند اول علامة. باشلها وبشتغل على الست غرز. بشتغل تسع غرز حشو. بشتغل تزايد في اول غرزة. يعني غرزتين مع بعض. والغرزة الثانية بشتغل حشو واحدة. يعني فردي. او بشتغل زوجي وفردي. وبكرر تلات مرات. بشيلي العلامة بشتغل مكانها غرزتين. وده اول تزايد انا بعمله. بحط العلامة في الغرزة الاولى اللي هي رقم اتناشر. من الجنب ده. الغرزة التانية من الستة بشتغل فيها غرزة حشو واحدة. الغرزة التالتة بشتغل غرزتين. الرابع بشتغل غرزة واحدة. الخامسة بشتغل غرزتين. الغرزة رقم ستة والاخيرة في التزايد بشتغل غرزة حشو واحدة. وبحط فيها العلامة. كده انا اشتغلت على ست غرز. تسع غرز حشو في السطر التالت اشتغلت تزايد وفردي تزايد وفردي تزايد وفردي تزايد وفردي تلات مرات. بعد كده بشتغل في نهاية السطر حداشر غرزة حشو. وصلت اخر السطر التالت كده انا زودت تلات غرز هنا. يعني عدد الغرز في السطر التالت واحدة وتلاتين غرزة حشو. بعد كده بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر الرابع. بشتغل في بداية السطر الرابع حداشر غرزة لحد ما وصل عندي العلامة الاولى. اشتغلت في بداية السطر الرابع حداشر غرزة حشو وصلت عند الجزء بتاع التزايد. عندي هنا تسع غرز. هزود تلات غرز. بشتغل تزايد واتنين حشو. وتزايد واتنين حشو وتزايد واتنين حشو. بشيلي العلامة من الغرزة الاولى وبشتغل مكانها غرزتين حشو. وبحط العلامة في الغرزة الاولى اللي هي رقم اتناشر من الجنب ده. بعد كده بشتغل اتنين حشو فردي. وبعد كده بشتغل هنا في الغرزة الرابعة تزايد يعني غرزتين مع بعض. والغرزة رقم خمسة ورقم ستة بشتغل فيهم حشو فردي. يعني في كل غرزة بشتغل غرزة واحدة. سبعة بشتغل فيها غرزتين حشو. تمانية وتسعة بشتغل فيهم حشو فردي. يعني في كل غرزة غرزة واحدة. بحط العلامة في الغرزة الاخيرة. هنا. اللي هي الغرزة رقم اتناشر. كده انا اشتغلت في السطر الرابع في التزايد هنا اتناشر غرزة حشو. بعد كده بشتغل في نهاية السطر احداشر غرزة. عدد الغرز اللي اشتغلتها في السطر الرابع اربعة وتلاتين غرزة حشو. زودت هنا تلات غرز. بعد كده بارتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر الخامس. بشتغل بنفس الطريقة. بشتغل في بداية السطر احداشر غرزة حشو. لحد ما اوصل عند الغرزة اللي فيها العلامة هبدأ منها التزايد. بعد ما اشتغلت احداشر غرزة حشو في بداية السطر الخامس. هبدأ التزايد من هنا. من الغرزة اللي فيها العلامة. بشتغل تزايد وتلاتة حشو فردي. بشيل العلامة وبشتغل ما كانها غرزتين حشو. وده اول تزايد وبعد كده بكرر التزايد مرتين. بحط العلامة في الغرزة الاولى من الاتنين اللي هي رقم اتناشر. من هنا. بعد كده بشتغل حشو فردي وحشو فردي وحشو فردي. تلاتة فردي. بعد كده بشتغل حداشر غرزة لحد ما وصل لآخر السطر. كده انا خلصت السطر الخامس اشتغلت سبعة وتلاتين غرزة حشو. بقى الشكل زي ما انش شايفين. بارتفع سلسلة وبالف الشغل وهبدأ السطر السادس. بشتغل حداشر غرزة في بداية السطر لحد ما وصل عند العلامة. اشتغلت حداشر غرزة في بداية السطر السادس وصلت عند اول علامة بشيلها وبشتغل مكانها تزايد يعني غرزتين حشو مع بعض وبعدها اربعة حشو فردي. وبكرر التزايد ده ثلاث مرات. كده انا اشتغلت في السطر السادس تمنتاشر غرزة في الجنب ده كده في الدوران بتاع التزايد. بعد كده هشتغل حداشر غرزة لحد ما وصل لاخر السطر السادس. وصلت اخر السطر السادس اشتغلت اربعين غرزة حشو. بعد كده بارتفع سلسلة وبالف الشغل وهبدأ السطر السابع باشتغل حداشر غرزة حشو في ببداية السطر لحد ما وصل عند اول علامة. وصلت عند اول علامة باشتغل تزايد وخمسة حشو. وبكرر تلات مرات. كده انا اشتغلت في الدوران ده واحد وعشرين غرزة حشو. بعد كده بكمل وباشتغل حداشر غرزة في اخر السطر. وصلت اخر السطر السابع اشتغلت تلاتة واربعين غرزة حشو. هبدأ السطر التامن بنفس الطريقة بارتفع سلسلة وبالف الشغل وهشتغل في بداية السطر التامن حداشر غرزة لحد ما وصل عند العلامة. وصلت عند العلامة الاولى باشتغلها وباشتغل تزايد وبعد منها ستة حشو. وتزايد ستة حشو وتزايد ستة حشو. لحد ما وصل عند العلامة اتاني. ترجمة نانسي قنقر كده انا اشتغلت في السطر التامن اربعة وعشرين غرزة حشو في الدوران اللي انا اللي انا بعمل فيه تزايد. بعد كده هشتغل حداشر غرزة في نهاية السطر. وصلت اخر السطر التامن اشتغلت ستة واربعين غرزة حشو. بارتفع سلسلة وهبدأ السطر التاسعة. بارتفع سلسلة وباليف الشغل وباشتغل حداشر غرزة في بداية السطر لحد ما وصل عندي العلامة الاولى. وصلت عند العلامة الاولى باشتغل تزايد وسبعة حشو. وبكرر تلات مرات. تزايد وسبعة حشو وتزايد وسبعة حشو. لحد ما وصل عند العلامة التانية. ترجمة نانسي قنقر سبعة وعشرين غرزة حشو. بعد كده هشتغل حداشر غرزة لحد ما وصل لاخر السطر. وصلت اخر السطر التاسع اشتغلت تسعة واربعين غرزة حشو. بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ السطر العاشر. باشتغل بنفس الطريقة. احداشر غرزة في بداية السطر. وفي العلامة باشتغل تزايد. وتمانية حشو. وبعدها بكرر مرتين تزايد وتمانية حشو. وتزايد وتمانية حشو. وفي اخر السطر باشتغل حداشر غرزة حشو. هكمل لحد ما وصل لاخر السطر العاشر. هنا كده. وارجع لكم تاني. وصلت اخر السطر العاشر. اشتغلت اتنين وخمسين غرزة حشو. حداشر غرزة في البداية. وهنا تلاتين غرزة. وفي الجنب الاخير هنا حداشر غرزة. اشتغلت في الدوران هنا تلاتين غرزة. اشتغلت تزايد وتمن غرز حشو فردي. وتزايد وتمانية فردي. وتزايد وتمانية فردي. بعد كده برتفع سلسلة وهبدأ السطر رقم حداشر بلف الشغل وبشتغل بنفس الطريقة. حداشر غرزة في البداية. وبوصل عند العلامة بشتغل تزايد وتسع غرز حشو فردي. وتزايد وتسع غرز حشو فردي. وتزايد وتسع غرز حشو فردي. وفي نهاية السطر بشتغل حداشر غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة. لحد ما وصل لاخر السطر رقم حداشر. هنا كده. انا كده وصلت اخر السطر رقم حداشر. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. اشتغلت بنفس الطريقة اللي شفناها مع بعض. بس غيرت اللون وبدأت بخمسة وعشرين سلسلة زي ما قلت لكم في البداية. تقدروا تبدأوا باي عدد سلاسل بالمقاسات اللي انتم عايزينه. السطر رقم حداشر ده هيكون اخر سطر انا هشتغله. لان وصلت للمقاسات المطلوبة. هنشوف المقاسات مع بعض. مقاس الطول خمسة وتلاتين سنتي بالزبط. ومقاس العرض اتنين وعشرين سنتي. زي ما اتفقنا تقدروا تكبروا المقاسات او تصغروها زي ما انتم عايزين وده من خلال التحكم في سلسلة البداية عدد السلاسل. بعد كده بلف الشغل وببدأ اشتغل غرز حشو على الجنب ده كده عشان ابروز الشغل بتاعي. بسحب الحلقة دي برياحها شوية وبدخل تحت حرف الفي بتاع اخر غرزة انا اشتغلتها هنا. وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو. بعد كده الغرزة اللي بعدها او السطر اللي قابله هنا بشتغل غرزة. السطر اللي قابله بشتغل غرزة تحت الحلقتين. قصاد كل سطر بشتغل غرزة حشو. هيبقى الشكل كده. هكمل بنفس الطريقة لحد ما وصل لاخر سطر هنا. وصلت اخر سطر هنا بشتغل اخر غرزة حشو تحت حرف الفي بتاعت اول غرزة انا بدأت بها في اخر سطر. السطر رقم حداشر. بالطريقة دي كده. كده انا اشتغلت غرز حشو. وبرويست القطعة بتاعتي. عايز اقول لكم ان انا نضفت خيط البداية بابرة التنضيف تحت الحلقة بتاعت السلسلة بتاعت البداية حلقة ضهر السلسلة. الخيط ده كده. نضفت خيط البداية اللي انا سبته في حلقة ضهر السلسلة. سلسلة البداية. بقص الجزء الزيادة ده. طبعا لو حابين تشتغلوا سطور زوجية ما فيش مشكلة زي ما انتو عايزين. بعد كده بعمل معينة. وبقص الخيط بسيب حوالي تلاتين سنتين من الخيط عشان التقفيل. بقص الخيط بسحبه من اخر غرزة. من الحلقة اللي على الابرة دي كده. وبسبته وبالضمه في ابرة التنظيف. انا بدأت القطعة بتاعتي بخمسة وعشرين سلسلة. بطبق القطعة كده وهخيط في اربعة وعشرين سلسلة من الجنب ده. واربعة وعشرين سلسلة من الجنب التاني. يعني اربعة وعشرين غرزة. بسيب الغرزة اللي انا عملت فيها التزايد. اللي هي تكون الجزء بتاع القلال. ده كده. يبقى انا بخيط. في اربعة وعشرين غرزة من الجنب ده كل غرزتين مع بعض من تحت حرف الفي. وفي الجنب التاني في اربعة وعشرين غرزة كل غرزتين مع بعض من تحت حرف الفي. كده انا شبكت اول جنب. ده شكل الخياطة شكلها جميل جدا. بعدي طرف الخيط جوة وبنظفه تحت الغرز بقبرة التنظيف. اشتركوا في القناة شكرا. 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 اكتر من شكل من اشكال اياد الشنط تقدروا ترجعوا لها. وهتلاقوا كمان قدامكم على الشاشة هنا في علامة الاي. لو بصيتوا قدامكم دلوقتي هتلاقوا مكتوب طريقة عمل ايد الشنطة. هتضغطوا عليها دخلكوا على طول على الفيديو. بكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتم منه. لو عجبكم الفيديو عملولوا لايك وشير. واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الشنطة وبتشاهدوني من اي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل. عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.